طويلة هي المخالب الإيرانية في العراق ومتغولة بشتى مفاصل الدولة العراقية تنصب وتزيل تعفي وتلزم حتى قال الحرس الثور الإيراني إنه صاحب القوة في بغداد أحسين سلامي ناء بقائد الحرس الثوري يستعرض عضلات بلاده في العراق بالقول إنها صاحبة القوة هناك وتلك القوة بحسب سلامي مبنية على أسس ثورة الخميني مشيرا إلى أن طهران كانت تحارب أعداءها على أراضيها في السابق أما اليوم فهي قرب البحرين المتوسط والأحمر وزير الخارجي الإيراني محمد جوال ظريف يلحق بسلامي فيسهب بالحديث عن ارتباط حكام العراق الجدد بإيران فيستحضر تواصل التلميذ بالأستاذ الذي أسس لتلك العلاقة عبر السلة الوثيقة بين زعيم المجلس الأعلى الأسبق محمد باقر الحكيم بالخميني ليؤكد ظريف أن حكومتي العراقي وإيران صماما الأمان في الشرق الأوسط يعود ظريف ليلوح بالأذرع الإيراني المسلحة في العراق فيشير إلى أن العلاقة بين البلدين باتت أقوى بوجود ميليشيا الحشد التي لا يخفي قادتها ولاءهم لإيران وإيران بحسب رئيسها روحاني صاحبة فضل كبير على شركاء العملية السياسية في العراق فيذكرهم بأن بغداد وأربيل كانت ستسقطان في قبضة تنظيم الدولة لو لا إيران التي دعمت وسلحت بل وقاتلت بنفسها على الأرض العراقية ما بنته إيران من أذرع مسلحة لا تعتمد عليها في الخارج فحسب بل يتحصن بها النظام حتى في الداخل فيقول رئيس محاكم الثورة في طهران موسى غضنفر أبادي إن الحشد في العراق مستعد لحماية الثورة الإيرانية إذا ما تخلى عنها الإيرانيون بالإضافة لميليشيات أخرى كفاطميون الأفغانية وزينبيون الباكستانية والحوثي في اليمن يترى الماضي القريب أمام أعين العراقين أنفسهم كيف كانت إيران قبل الاحتلال الأمريكي ثم يتساءل عرب أيضا من مكن طهران من بغداد ثم من أوصلها إلى دمشق وبيروت ثم اليمن أسئلة ملحة في أوقات حرجة